أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل ألف وتسعمائة وستين إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فيما بلغ عدد المتعافين ستمائة وواحدا وأربعين شخصا بينما تم تسجيل حالتي وفاه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأبرزت الوزارة أن مليونين وتسعمائة واثنين وثلاثين ألفا ومائة وسبعة وخمسين شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون وتسعمائة وأربعة وعشرين ألف وستمائة واثنين وستين شخص مقابل 24 مليون وخمسمائة واثنين وخمسين ألف وستمائة وستة وأربعين شخص تلقوا الجرعة الأولى ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 961.058 حالة فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 939.533 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 14.844 حالة